وزي ما التاريخ هيذكر ديفيد رامسفالدو وغيرهم اللي عملوا مجازر في العراق هيذكر التاريخ ان الراجل ده مجرم وانه قاتل وانه شارك في مدبحة فيها أطفاله ستات التاريخ ما بينساش انت لو خدت بالك من الجولة دي هتطلع بفكرة أسية ان الدول اللي عانت من الاستعمار والاستبداد والنفايات الأوروبية هي أكتر الدول اللي بتأيد فلسطين حتى لو كانت دولة مش مسلمة ولا عربية بل بالعكس فيهم مسيحيين لأن الاستعمار ده يا حضرات مش أنا اللي قلت الدكتور جمال حمدان بيقول الاستعمار هو في الأساس فكرة أوروبية الاستعمار هو منتج أوروبي في الأساس أوروبا هي القرى الوحيدة اللي لم تعاني من الاستعمار لكن آسيا عانت أفريقيا عانت أمريكا اللاتينية عانت أوروبا ده اللي بيقوله جمال حمدان مش محمد ناصر أوروبا عاني منتج هي اللي أنتجت فكرة الاستعمار والدكتور عملا بن سيري بيقول ده حصلت تحديدا من بعد القرن الـ 14 لما بقت في أوروبا فيه نفايات فيه نبلاء يملكه اقطاعيات كبار وأغنية وفيه جنود وفيه عبيد بس فيه ناس تانية بقى لكانت نبلاء ولا جنود ولا عبيد ما لهمش شغلانة يعني دول بقى الصهاينة دول اللي عملوا صداع في مخ أوروبا ودول كان لازم يتصدروا ويطلعوا برا الدكتور جمال حمد عملا بن سيري بيفرق ما بين الاستعمار وعمله مسلس كده الاستعمار اللي احنا موجودين فيه كدول عربية دلوقتي والاستعمار التقليدي الاستعمار اللي احنا فيه هو ده هو ده الحقيقة لا 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 هات للصورة اللي كنت جايبها الأول الاستعمار اللي احنا موجودين فيه هات الخلفية اللي يخليك مش ده الاستعمار اللي احنا موجودين فيه هو ده محمد بن زايد عائلة من الصيع استعمارة جزيرة أو مجموعة جزر اسمها الإمارات عبد الفتاح السيسي واحد بالوكالة جاي ينفس خطط استعمارية الأوروبا عشان كده قلنا عليه أو هم سموه حارس جبلية الأرود الاستعمار في البحرين كل دول ملوك اتحطوا حط كده عشان يبقوا كلاء للاستعمار في المنطقة دي لأن المنطقة دي مش مفروض تبقى كويسة ولا مفروض شعوبها يبقوا كويسين وهديك مثال بسيط قوي لما خلص الحرب العالمية الأولى كان الشريف حسين له ثلاث ولاد الأمير علي الأمير عبدالله الأمير فايسل أو الترتيب كده الأمير فايسل أكبر من الأمير عبدالله ربما يعني لا يعني العكس ممكن لما الحكاية بقى آرست على مملكة عربية الشريف حسين بعت ابنه للشام يبقى ملك على الشام ابنه فايسل الأول وبعت ابنه عبدالله يبقى أمير على إمارة اسمها إمارة شرق الأردن الأمير عبدالله كان أكبر من فايسل في حسب الزعل شو معنى أخواتي واحد يبقى ملك في العراق واحد يبقى ملك في الشام وأنا أمير واحد يملك الموصل والعراق وبغداد واحد يملك الشام وأنا مديني إمارة قد كده اسمها شرق الأردن يشاق السميع العليم أن فرنسا تطرد البلك فيصل وأن نور السعيد يأمل انقلاب على الملك في العراق وأنه يتضم الضفة لشارق الأردن وتتعامل دولة ويتقال له هو يعين نفسه عبدالله ملك يمنح نفسه لقب ملك وبقيت الملوك يوافقه ده مش كلامي ده كلام الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتاب اسمه العروش وجيوش أنا ما بجيبش حاجة من عندي أنا ما عنديش حاجة دول مستعمرين بالوكالة دول قاعدين بدل المستعمر ما يعمل جيش وبتاعه ويصرف خلي الناس دي مع بعض كده مش هتلاقي دولة أوروبية تقف معاك هتلاقي مؤسسات هتلاقي شخصيات هتلاقي شعوب لكن دولة أوروبية مستحيل هم المنتج بتاع الاستعمار لأنك لو رجعت للتاريخة تعرف إن الدول الصينية فكرة الصينية هي مشروع أوروبي بامتياز وزي ما قلتلك أوروبا كانت فيها النبلاء والجنود والعبيد اللي بيشتغلوا في المزارع فيه في النص ناس مش عارفة تندمج اللي هم بعض اليهود مش عارفين يندمجوا في المجتبعات الأوروبية فياخدوا حارات سماها الجيتو يسكنوا فيها لا عارفين يدوا ولاء للمسيحية اللي هم ما بيعترفوش بيها ولا عارفين يبقوا منتجين ولا عارفين يبقوا عبيد كانوا يدبعوا الملك في الأول ثم بعد كده تسابوا كده حتى لما تجروا في العملة والصيرفة دخلت عليهم ناس تانية أصبح موجودين في أوروبا ما لهمش أي حاجة ومش عارفين يندمجوا في أوروبا أصبحوا عبق على أوروبا فتم تصديرهم اتصدروا لمناطق تانية نوديهم الأرجنتين نوديهم موزنبيق نوديهم أغاندا طب فين فتم تصديرهم للشرق الأوسط زي ما هشرح لكم الموضوع ده بالتفصيل بكرة لو هتستنوا حلقة بكرة احنا بقى فين القصة فين بين قصة دي البلد العربية جايبة أنظمة وبعض الشعوب العالم كله بينطفد وبيقطع علاقاته وبيستدعي السفراء ويوصل مساعدات والعرب المسلمين الجار الأقرب لجزة موقفهم مغزي جدا وضعيف عاد موقف الأوردن النهاردة اللي أنا بشيد بيه شخ شخ اللي سحب السفير الأوردني من تل قبيب نشوف كده بقى المواقف اللي هاي البحرين والعلاقات مستمرة مع إسرائيل هو أنا الرقم ده هو مساحة البحرين ألف كيلو متر ما شاء الله الإمارات العلاقات مستمرة مع إسرائيل هو أنا هو دي مساحة الإمارات ألفين كيلو متر مصر الحقيقة وهي دي المسافها تقريباً اللي بينها وبين إسرائيل يعني مصر العلاقات مستمرة مع ك Blue surgery عادي جداً وبينها وبين إسرائيل واحد كلو متر المغرب العلاقات معما استمرها مع إسرائيل بينها وبين إسرائيل 3000 كلو متر كلومبيا بقى بتسحب السفير بينها 11000 كلو بوليفيا بتقطع علاقات 11000 كلو كشيلي 13000 كلو دي المسافة اللي بين الدول دي وغزا في اخته دلوقتي الأردن هي الوحيدة اللي سحبت السفير الملك عبدالله ملك الأردن أحرج الرؤساء والملوك العرب أهو سحب السفير الأردني من تل قبيب عمل بسيط جدا بسيط جدا المجهد اللي انت شايف في الجراف ده أكبر ديه عندنا مستعمرين لسه عندنا استعمار من النوع اللي أنا عنه عبدالوهاب الميسيري لإستعمار بالوكالة وكيل محلي لمستعمر أجنبي والأنظمة العربية اللي موجودة باللوقتي تدير طول عليهم استعمار بالوكالة أنا ما قلتش الكلام ده الدكتور عبدالوهاب الميسيري هو اللي قالي الكلام ده